اشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده مجمع الملك الحسين للأعمال بايولاب متابعين ومتابعي تقصى العرب الكرام في الأردن أسعد الله وقاتكم بكل خير وصحة نسترد معكم الآن آخر توقعات وتحديثات الحالة الجوية اليومية في المملكة خلال الأيام القادمة نبدأ معكم باستعراض آخر ملخصات للحالة الجوية الخاصة بيومين القادمين نلاحظ معكم النقطة الأولى درجات حارة العظمى مع ساعة النهار حول حاجز 20 درجة مئوية ليوم غدنا الخميس تقل عن ذلك بقليل أيام الجمعة والسبت لكن أجواء توصف بأنها ربيعية لطيفة إلى معتدلة بالأخص مع ساعات الظهيرة في عم المناطق حيث تتجاوز درجات حارة معدلاتها العامة بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية بالرغم من هذا الارتفاع نهارا أجواء باردة نسبيا متوقع مع ساعة الليل بالأخص نحو ساعات الليل المتأخرة لسيما أيضا في مناطق السهول الشرقية بالنظر نحو النقطة الأخيرة هناك حالة ضعيفة من عدم الاستقار الجو المتوقع أن تؤثر على المملكة خلال اليومين القادمين مما يعمل على تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة وتهيئة الفصلة لهطول زخات خفيفة متفرقة من العمطار في مناطق محدودة وعشوائية من مملكة قد تكون راعدية صوبة المناطق الشرقية والبادية في المملكة نعود معكم لاستراض الحالة الجو المتوقع ليلة القادمة تسع درجات مئوية هي درجة الحارة الصغرى أجواء كما تحدثنا تتحول إلى باردة نسبيا بالأخص مع ساعة الليل المتأخرة مع ظهور لبعض السحب على ارتفاعات مختلفة التوقعات الجوية لثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان كما نلاحظ معكم درجة الحارة حول حاجز 20 درجة مئوية تقل بقليل خلال الأيام القادمة عن ذلك أجواء توصف بالربيعية اللطيفة مع ساعات الظهيرة تكون باردة نسبيا ليلة مع ظهور تشكيلات من السحب على ارتفاعات مختلفة نظرا لتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقلال الجوي واحتمالية لهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر في مناطق عشوائية من المملكة تكون رعدية صوب المناطق الشرقية كان كل ذلك حتى اللحظة ضعبقوا شكرا شكرا اجتنا شكرا اشتركوا WHY شكرا اشتركوا في القناة